نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريدة الشروق حيث توجد زمانتنا العزيزة النورهان طبعا اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة نورهان صباح الفل عليك وتفضلي يا منشتاتك يا نورهان يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان احنا هنا من مقر جريدة الشروق نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم وأول خبر معنا من جريدة الشروق عن المنتخب المصري المنتخب يفتتح مشاركته في بطولة كأس العرب بمواجهة لبنان يخود منتخب مصر اليوم في الثالثة عصرا بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش أولى مواجهاته أمام المنتخب اللبناني ببطولة كأس العرب اللي بتستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري كمان خلينا نقول لكم التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم في حراسة المرمى محمد الشناوي وفتوح في خط الدفاع وأحمد حجازي وأكرم توفيق أما في خط النص فعمر السلية وحمدي فتحي وفي خط الهجوم هيكون من المتوقع مشاركة محمد شريف ومحمد مجدي أفشا ومصطفى فتحي ومروان حمدي أما الخبر الثاني معنا من جريدة الجمهورية الشناوي الأكثر تأثيرا صلت الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء على نجمنا محمد الشناوي نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر وقال أنه فيه سبع لعبين من المتوقع تألقهم مع منتخباتهم وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي ده بعد طبعا النجاحات اللي حققها اللاعب مع فريقه على المستوى القري وتحقيقه لبطلتين أفريقيتين متتاليتين وكمان برونزية كأس العالم تالت خبر معنا وللكرة العالمية من جريدة الشرق الأوسط دربي ساخن بين ليفربول وإيفرتون اليوم واختبارات سهلة لشيلسي المتصدر وسيتي الوصيف النهاردة هتقام مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي إن شاء الله الساعة 10 وربع كمان في تشيلسي هيواجه واتفورد الساعة 9 ونص ومنشستر سيتي هيواجه أسطن فيلا الساعة 10 وربع منشستر سيتي بيحتل المركز الثاني براسيد 29 نقطة أما تشيلسي متصدر البطولة براسيد 30 نقطة آخر خبر معنا من جريدة الرياضية السعودية الموجة الرابعة تهدد جماهير بايرن ميونيخ كانت أعلنت الحكومة الألمانية عن خوض مباريات بايرن ميونيخ أو الأندية الألمانية في الفترة المقبلة بدون جماهير تخوفا لتفشي فيروس كورونا وده الأمر اللي هيخلي مباراة بايرن ميونيخ وبرشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا المفترض إقامتها ديسمبر الجاري هتلعب من غير جماهير وهيتحرم فريق بايرن ميونيخ من جماهير دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو كل شكرا لك يزميلتنا العزيزة النورهان طمعا على هذه التغطية الصحفية المتميزة